وقد رووا لنا فيما ذكر في التراجم أنه يوم ولي الخلافة دخل عليه عبد الله بن أبي أرطأ وعبد الله بن أبي أرطأ فعقيه من الفقهاء الكبار كان يلبس عمامة وذؤابتها على كتفيه رضي الله عنه وقربه سيدنا عمر بن عبد العزيز من أجل أن ينصحه وقال له إذا رأيتني أخطأت فخذ بتلابيبي وقل لي ارجع إلى الحق يا عمر فكان هذا الفقه هو الذي يدخل عليه وكان الشعراء واقفين بالباب بقوا ثلاثة أيام ولم يؤذن لهم وهم يطلبون الدخول على أمير المؤمنين في دمشق ولم يؤذن لهم فإذا بجرير وهو شاعر كبير يمر عليه عبد الله بن أبي أرطأ الفقه فيقول له يا أيها الرجل المرخي عمامته هذا زمانك إني قد مضى زمني أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني منذ ثلاثة أيام أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني وحش المكانة عن داري وعن ولدي نائي المحلة عن أهلي وعن سكني فدخل سيدنا عبد الله بن أبي أرطأ إلى سيدنا غمر بن عبد العزيز وقال له يا أمير المؤمنين الشعراء بالباب وهم يطلبون أن يدخلوا عليك أن يمدحوك فهل لا أذنت لهم قال له يا عبد الله بن أبي أرطأ مالي وللشعراء أنا ماذا أفعل بالشعراء لا أحتاجهم قال يا أمير المؤمنين أليس لك في رسول الله قدوة قال بلى قال أما سمعت أن عباس ابن مرداس وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق مؤلمة ونورت بالبرهان أمرا مدمسا ونورت بالبرهان أمرا مدمسا وأطفأت بالبرهان نارا مضرما فمن مبلغ عني النبي محمدا فكل مرئ يجزى بما قد تكلم تعالى علوا فوق عرش إلى هنا وكان إله الخلق أعلى وأعظم قال له بلى سمعت هذا قال إذن نفذ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله من بالباب من الشعراء الذين يريدون الدخول علي قال يا أمير المؤمنين بالباب أمير ابن أبي ربيع قال له أليس القائل هذا الكلام يقوله سيدنا أمر ابن عبد العزيز قال له أليس القائل ألا ليت أني يوم تدنو منيتي لثمت الذي ما بين عينيك والثمي والله لا يدخل علي من بالباب أيضا قال له بالباب يحيى ابن يعمر قال له أليس القائل ألا ليتنا نحيا جميعا وإن نمت يوافي لدى الموتى ضريحي ضريحها والله لن يدخل علي من بالباب أيضا قال له بالباب كثير عزة قال له أليس القائل لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا والله لن يدخل علي من بالباب أيضا قال له بالباب الفرزدق قال أليس القائل فقلت رفع الأسباب لا يشعروا بنا ووليت في أعقاب ليل أبادره والله لن يدخل علي من بالباب قال له يا أمير المؤمن ما بقي إلا جرير قال هذا أخفهم وألطفهم أدخله عليه فأدخله عليه فقال له يا جرير أنا أعلم منك بنفسي وأدرى منك بعيبي فإذا أردت أن تقول فقل ولكن لا تقول إلا حقا ولم تمدحني بما ليس فيها فقال له جرير قصيدته الشهيرة أنت المبارك والمهدي سيرته تأصي الهوى وتقوم الليلة بالصور جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري وكانت قصيدة من أرواع القصائد في تاريخ العربية فلما أكمل أعجبته القصيدة فقال لعبد الله بن أبي أرطع هل تعرف يا عبد الله كم هو راتبي في بيت مال المسلمين قال الله لا أدري قال إنه درهماني كل يوم وعمر بن عبد العزيز يقول لعبد الله بن أبي أرطع قال له إنه درهمان في كل يوم فأنا آخذ في العام سبعمائة وثلاثين درهما إذا حسبنا ثلاثمائة وخمسة وستين يوما قال أنا آخذ في العام سبعمائة وثلاثين درهما ونظر إلى جرير فقال له يا جرير ليس لي على بيت مال المسلمين سلطان ولا أستطيع أن أطيك منها دينارا ولا درهما ولا فلسا ولكن راتبي السنوي أقسمه بيني وبينك فخذ نصفه فهو حلال لك وهذا الراتب بالنسبة لجرير وما كان يعطى ليس إلا فتات فإذا بجرير يقول له والله يا أمير المؤمنين بارك الله لك في راتبك ومالك أنا متنازل عنه يكفيني أنك استقبلتني وأنك شرفتني بأن أقف بين يديك فأنا أكتفي بهذا ولا أخذ منك شيئا وخرج من عنده فوجد الشعراء ينتظرون قال له كل واحد منهم ماذا وجدت وماذا أعطاك فقال لهم قولة شهيرة وجدت روق الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الشعر راقيا فقد كان جرير له تأثير على الخلفاء ولكنه ما وجد إلى سيدنا عمر ابن عبد العزيز سبيلا شكرا للمشاهدة